اشتركوا في القناة وللاستعلان لمواجهة التحديات من التنظيمات الارهابية وخلال زيارة معالي المشرك الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القادة العام لقوة دفاع البحرين لمجموعة القتال التابعة لقوة الدفاع اوضح معاليه ان تمرين رعد الشمال يعد الاهم والاكبر في تاريخ المنطقة من حيث عدد الدول المشاركة فيه مضيف ان معاليه ان المشاركة لمجموعة القتال لقوة الدفاع البحرين في رعد الشمال تأتي تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القادة الاعلى حفظه الله حرصا من جلالته على كل ما من شأنه تعزيز اطور التعاون والتنسيق العسكري المشترك بين الاشقاء في دول مجلس التعاون ومساهمة في تجسيد الاهداف والطموحات تحقيقا للتكامل المأمول فيما بينها يهدف تعزيز وتقوية التعاون العسكري المشترك بين الدول الخليجية والعربية والاسلامية وتطويره بالاضافة الى الارتقاء بالكفاءات ورفع الجاهزية القتالية وتدريب القوات المشاركة على الاليات والمناهج القتالية الحديثة واكتساب المزيد من الخبرات من مثل هذه التمرين الميدانية التعبوية بمختلف اشكالها واكد معليه ان قواتنا المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحمل منجزات الحضارية والتنموية التي حققتها اوطاننا وان نهجنا القتالي هو نهج دفاعي مشروع غايته تحقيق الامن والاستقرار وتمرين رعد الشمال يعد لبنة قوية من لبنات التدريب في بناء هذا الحصن المنيع واندرج هذا التمرين ضمن اطار النهج العسكري والتخطيط الدفاعي الذي يهدف في المقام الاول الى الارتقاء بمستوى القدرات العسكرية لقواتنا المسلحة وتنميتها وتطويرها من خلال تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية المختلفة وفق احدث اساليب التدريب المعاصرة وذلك لتعزيز امكانياتنا الدفاعية كما اكد معالي القاد العام لقوة دفاع البحراء بان قوة الدفاع تنتهج سياسة تقوم وترتكز على التعاون والتنسيق المشترك مع قوات الاشقاء بدول مجلس التعاون وتلتزم بروح العمل الجماعي مع الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة التهديدات الامنية والمخططات التخريبية المرتبطة بقوة خارجية معادية من خلال منظومة مجلس التعاون وخير شهد على ذلك مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدعم الشرعية في اليمن مضيفا معالي انه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بصدق نوايا وتوجهات قادتنا اصحاب الجلالة والسمو وجهودهم المخلصة ورويتهم الحكيمة اصبح التعاون العسكري والدفاعي المشرك الخليجي والعربي والاسلامي خيرا استراتيجيا لقواتنا المسلحة لصد كافة التحديات وحسب ما تتطلبه مقتضيات المصلحة الوطنية المشركة لدولنا وان يستمر هذا توجه طموح لتضافر قدراتنا العسكرية معا للعمل كقوة مشتركة مترابطة بفعالية لمواجهة مختلف التهديدات التي تلوح مخاطرها في افق المنطقة ترجمة نانسي قنقر